بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بذلت في إخراج أثار شيخ إسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني جهود كبيرة منها مجموعة فتاوى شيخ إسلام ابن تيمية رحمه الله لابن قاسم وهذه المجموعة الكبيرة يعني طبعت طبعات كثيرة واهتم بها العلماء ثم جزاهم الله خيرا يعني الشيخ علي العمران حفظه الله المشرف على إخراج أثار شيخ إسلام ابن قيم والمعلمي والشنقيطي عملوا على إخراج جامع المسائل وهي تسعة مجلدات طبعا هذا الجامع اللي هو تسعة مجلدات أخرجوه من تراث الشيخ الذي لم يطبع والذي هو بعضه بخط يده من غير مجموع طبعا فتاوى شيخ إسلام ابن تيمية فجزاهم الله خيرا على هذا الجهد المبارك يعني أوصيكم بتسعة مجلدات تحقيق طبعا الشيخ محمد عزير الشمس الشيخ المحطق البحاثة محمد عزير الشمس حفظه الله تعالى وأيضا حقق المجلد السابع الشيخ علي العمران ثم المجلد الأخير الشيخ عبد الرحمن ابن قائد حفظه الله طبعا هناك بعض المسائل أو القواعد التي صدرت في كتب مفردة أو ضمن المجموعة ولكن طبعت في هذا الكتاب مثل قاعدة في الاستحسان في جزء الثاني ومثل أيضا قاعدة في ضمان البساتين كما في جزء السابع وأغلب الرسائل وأغلب القواعد التي ذكرت في هذه المجلدات التسع أغلبها لم تطبع من قبل ولم ترى النور إلا في هذه المجلدات وهذه الأثار فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزي الشيخ علي العمران والمشايخ المحققين الذين يشرفون على هذه التحقيقات العظيمة وهذه الآثار ليخرجوها لطلاب العلم يروها بأعينهم ويقرؤونها ويتصفحون وينتفعون بها نسأل الله أن يفع بهها